وأسمع مني مع تاتيانا فاضل كتي مستشارة العلاقات ومضاربة التنمية الذاتية اليوم رح نحكي عن العلاقات الحديثة ودور الرجل بعالم متغير صباح الخير لوركا ولكل اللي عم يسمعونا وحقوها أهلا وسهلا فيك تاتيانا أنا للأهل الأولى كتير عجبني العنوين وتفجأت فيه لأن دايما بمجتمعاتنا نحكي عن المرأة حقوق المرأة صحيح وعيد الأم والمرأة المنجبة وأنه التساوي والمساواة وكذا ومنغفل عن فكرة هذا الرجل الذي يخرج في الصباح ويعود إلى المنزل في الليل منهك ومتعب وعلى كهله كل أتعب هذا العالم وما حدا إخر شي بزقف له بالعكس بقول له شو عملت وشو سويت وشو جبت اليوم بجيين نعطي حقه فاليوم بجيين نعطي حقه هو صديقنا هو بينا هو خينا هو اللي بنحبه هو هالسند إن كان البي أو الأخ أو الحبيب أو الرجل أو الإبن اللي بتربيه هولي كلهم هن سند لهيد المرأة ونحن الله وقت خلقنا كل حياتنا علاقات وقت خلقنا خلقنا أمرأة ورجل فهيدولي سند لبعضهم مشان هيك حبيت اليوم ثير الموضوع عن أدوار الرجل في عنده أدوار كلاسيكية والمرأة عنده أدوار كلاسيكية نحن وقت خلقنا خلق هيدا الرجل كان الصياد اللي روح يجيب يصيد ورجع المزارع ورجع وكانت المرأة تساعده في الحقول وكانت يعني المرأة مش تغلت هلأ بجديد فولكن كان اسمه دايما اليوم بدي أحكي عن أدوار The Four P's الأربعة P اللي هن البروفايدر أو المزود مين المزود الأساسي البرد وينر من قلقه بالبيت هو الرجل نعم فلنحن هلأ بننتقل من الكلاسيك للحديثة صحيح على البيت هو السند هو المسؤول هو المسؤول الأول بعالم متغير وسريع وحديث شو عم بيصير فيه هالرجل شو عم بيصير بوقت أنه ما بعرفت تتساعد في المرأة وما بعرفت المطلوب تتساعد فيه نش هيدا موضوعنا مرة ثانية بعالم متغير شو صار فيه هيدا الإنسان هيدا الإنسان الدور اللي عم نحكي عنه كبروفايدر بيعطي له طاقة ذكورة بتعليله إيها شو هي طاقة الذكورة هي الشجاعة أي أنه يكون مقدام يكون طموح يكون بيعمل بيفوت بي إذا بدي كومبيتشن مع غيره تياخد هالشغل فيه روح من القيادة من الريادة هاي كلها طاقة ذكورية نحنا نستعيرها من الرجل يعني عنا كل أنثى فيه بقلبها طاقة ذكورية لحد العشرين بالمية مطلعا ثلاثين بالمية بس نحنا الأمرأة وقت نزلت على الشغل علتها كتير لها الطاقة تتقدر تحارب بسوق العمل ولكن نسيت وقت رجعت على البيت إنها ترجع لأنثى عطا قطاء الأنثى من أكبر نلاقي تتيانا المرأة الرائدة أو المسؤولة عن شيء طبعا من أكبر ذكورتها عالي جدا طاقة بس ما بدنا ننسى تروحي على البيت لأ ما بدنا نزعل حالنا ما كلنا أنا وياكم نشتغل وكلنا ما عام نزعل بس ما حافظ على أنستنا منحافظ جدا على أنستنا وهي دا اليوم الرد فلاق نحافظ على أنستنا لأما طلوب مننا أدوار الطاقة الأنثوية هي شو؟ هي الحب الاحتواء ربنا عملك تحتوي الولد ببطنك سو كيف ما بدك تحتوي مجتمعك وأهلك أصلا المرأة هي الكير جيفر ما بس لولادة وزوجه لأهلة لرفقاتها لجيرانا للدنيا الأم الأرض هي أم من قلة فهالرجل يلي طالبين منه يكون السند وهو هالبروفايدر لنا تنرجع له صار بمحل جيت أنا عم ساعده اقتصاديا صار في عنا مشاكل اقتصادية وثورات صناعية وبعدين طلبنا بحقوق ونزلنا على الشغل كتير منيح فت أنا اشتغل معه وصرت بمحلات نحن هلأ بالأزمات المرأة أعلانا في كتير رجال تسرحت من شغلها في كتير رجال شغلوا نخف أكيد فأنا وقت اللي هو هون يخف شغله هو هالسند كيف بقى بده يعود على هال أنثى على هال علاقة العاطفية لتغير التوازن ليه اليوم ثرت هالموضوع في كتير عنا طلقات نهدد ذكورته بهذا المدرع نهدد ذكورته وفي محل المرأة عم بتقله أنه أنت ما عم بتكفي أنت مأثر هو عارف أنه مأثر لأنه هو الشغل بيعطيه هو أولوية بيعطيه وجود أولوية المرأة العاطفة أولوية الرجل العمل فهون صار عنده مشكل خلينا نحكي عن أدواره إذا بدك البقيين تنح بكم ببعض الدور الثاني عنده البروتكتور الحامل حما نحن منقله وهو بيحمي المرأة من هو صغير هو خية بيكون بيحميها وبعدين بيصير رجل وبيحمي الزوجة والعيلة والمسؤول عن هالشي وبيحميها هون المطلوب ما بس يحميها فيزيكلي أو جسديا مطلوب حمايته لكرامتها لا استقلاليتها لدعمها لبالمجتمع هي وقاعدة مزوجين تنقول أو مصاحبين أو وإجاهة إهانة من حدا هي فيها ترد علي وأكيد بس هون يقدر يلعب دور كيف بدو بين عائلته وبين مرته في مشاكل مين الميزان هو فهو هالداعم ما يخده أنه نقطة ضعف أكيد هالداعم نقطة قوة نقطة تالتة البرفورمر كلنا منحب الرجل للناشيط اللي مش كسول المنجز اللي بيضل عنده مشاريع مش ضروري قد يطلع من المشروع أكيد بس دايما عم يسعى هم يسعى للتحقيق الإشياء عم يسعى ما يحط حاله كضحية البروفايدر مثلا يقعد كضحية أنا بتعرفي ما بعض أمر غير شغلة وخلص شغلة ما بقى فينا أعمل شي نعم اليوم بعصر فيك تعمل مئة شغلة صحة فممنوع هاي القاعدة كضحية وهي دي بيستعملوها بعض الرجال وخاصة ليه مش عارفين متكلين على نساء بالشغل هون خطورة المرأة لما بتستغل بتصير هي رجل للبيت هون بتنقلب الأدوار هون الطاقات عم تتغير عم بصير فيه طاقات غير متناغمة عم بصير عندنا مشاكل عم روحة طلال هون كتير عم نشوفها كم استشارة علاقات عم بحكي بهالموضوع رابع رابع شي عنده دور إذا بدك هو هالبليزر الاجتماعي يعني منحب يفوت على هالبيت يكون عنده بس ما جاي أخر النهار كمان المرأة تعبين هو تعبين إذا ما تحاوروا إذا ما يضل في نيقاش خلصت العلاقة وما يزدتوا تعابن على طبعا على الآخر وما يحملوا مسؤولية تعابن للآخر طبعا لو ما تجوزتك ما كنت عم بشتغل طول النهار مثلا مثلا دايما مش سمع فدايما لما بيصير فيه الروتين والملل وهيك طبعا وخاصة هلأ نحن بعالم كتير مضغوط فيه ضغط على اثنين على المرأة وعلى الرجل نعم وفيه دراسة كتير حلوة عملت لوركا عن الولنس طبع المرأة عفيتها وعن إنتاجيتها إذا كان الرجل داعم نعم فتبين بالجروب على ست شهر نعملت بجامعة أمريكية تبين النساء المدعومة كانت ما عانوا من أحباط ولا من ارتفاع ضغط بالدم ولا من مشاكل سكر نعم فهل قد مهم عنا دعم المرأة يعني زلانا بيقدر يمرد المرأة الحقيقة ما نسمعها هيدا طبعا نسمعها بالعربي يعني مرد بعض السعب طبعا لأنه إذا منه داعم ومثل ما منقول مسمي عليك إنه مزوجة وإنت قيمة بكل دور الذكوري ما رح تحسي حالك مرأة بقى أكيد ما رح تكوني سعيدة وما رح يربو الأولاد مع أم أم هتكون لعرفي حالة أم بالبيت طبعا يعني برات البيت طبعا ما في شي حل محلشي أكيد لا بعدين الولاد بيصير بغلبة إنه مين أم ومين بي مين أم ومين بي مالأم والبي بيش بس سكل فحيح طاقة وأدوار روح طبعا طبعا فوقت هالرجال اليوم ترك شغله هاي بدك كمان يقدر بالأدوار التانية يعوض لها في محلات فيها يعوض لها بالكلام بالأعمال التانية اللي حرتق فيها عم نقول أو يبلش يفرج إنه ماني كسلان مش إنه متكل عليك كتير بتستطعب المرأة تشوف رجل متكل عليها هو هالسند عم نقول يعني غريزيا هي بترضي إنه يكون هو عم يعطي وهي بيرضيها تكون الكيرجيفر وبيرضيها تسمع الكلام إنه هو مقدر له إنه عم تروح وتجي مأخرة تتقوم بالولاد بيرضيها الاعتراف بمحاولاتها لأنه ترضي الأطراف كلها ما بعرف إذا بتفقيني بالفكرة تتيانا المرأة قد ما اشتغلت وكبرت وحلقت وعليت ووجدت بتدلت حب بتحس إنه هي بحاجة للرجل يعني تحت جوانحه ما بعرف إذا هيدا فينا أنا عمم أو أنا بحسيك بس إنه فكرة إنه الحاجة وعمالية أنت مانيك بحاجة بس فكرة إنه هو هيدا الجنيح حلوة هيدا لوركا هيدا المنزوية هالأفكار هاي اللي عم بيهلأ يقطعوها ويغيرو لنا إيها حب ذاتك أنت ما بقنك بحاجة لحدا حب حالك أنا ما بشرح أوليك المرأة بتروح بتعمل المانيكور بديكور هاي الحب حالك واخدت موعد تدليك يعني لازم نحكي حلقة عن بعض التعابير اللي عم بتهدلنا لا اللي عم بتهدلنا مجتمعاتنا لا اليوم أنا بحاجته بحاجته العطيفية بحاجته الحميمية بحاجته الجنسية بحاجته تنعم العائلة كيف نعم العائلة ويوانسنا لك كلمة يوانسنا أسكنوا إليه وأسكنوا إليها طبعا أرواح نسكنوا إليها صح هاي دي بتكفل حالك وقدي يكون فيها رحمة ومودة في أحلى من هيدا 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 هيدولي عم نبعد عنه عم بصير أنا وحدة وأنا بقدر بس هيدا اللي بتقول هيك فتشي وبحبشي تاتيانا بتلاقيها بس عندك كتير انسيكوريتيز صح هي المرأة الواضحة المليانة الحاسة شبعانة من عواطفة وشبعانة من كل دارسة حالة وعارفة حالة شو بدها وشو إلا وشو عليها بتعارف أنه الرجل سند وسند جميل جدا نعم بس ما تقبل بأي رجل طبعا 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 بس إنه مهم يكون مع رجل طبعا مثل ما بيربونا رجل لا لسه تجوز ميما كي لا لا أكيد لا بدي يكون داعم وبدي يكون كله طبعا اللي حضرتك قلت طبعا في كلمة عن جون دي سبنزا بحبه كتير بيقول اليوم هو بيعتني كتير بالأكل والشرب مشان حياة صحية بيقول قد ما أكلته فيجن وقد ما شربته مي مفلترة وقد ما عملته رياضة وقد ما رحته نوادي وقد ما عملته هايكينج في نقطة ما تتغافلوا عننا لصح حطكن الجسدية والنفسية هي التوازن بين علاقاتكم حالة والتوازن بين علاقتنا كاميرا ورجل بتبلش هي أول شي علاقتنا مع ذاتنا بتبقى أريح وقتل أنا بسلام مع الحب اللي عايشته أكيد ومن هون بتبلش علاقتي بالبقيين وقت تطلعي من بات أنت منك سعيدة مع الرجل بتعملي مية مشكل برا أكيد ومنك عارفة حالك اللي أما فيه هالتوازن الطاقة اللي جوه صح فهالطاقتين غير متناغمة هتولد هالشي اللي منقله ومشكل العلاقات الشخصية بعدين بتحتم علاقتك مع الناس ومزيجك وأمراضك طبعا وقلقك طبعا نحنا كل شي نحنا طاقة فيها كل هيدول فإذا اندقاتي بأي واحدة بدو يرتراج رجل بقيين فالخلل في التوازن نحنا ما بدنا لذلك بدنا نحافظ على أدواره وبدنا نحافظ على أدوارنا وإذا جتنا ضربات من الزمن اضطر يترك شغله اضطرات اشتغل أكتر فيه تعويضات بدو يقوم فيها بمحلات تانية بأدواره التانية تعويضات من الرجل طبعا وطمأنين من المرأة طمأنين من المرأة بمعنى أنه معليروا روائع ما تحسسوا أنه طبعا طبعا لأنه صدق حتى لو ما عم يشتغل بس قاعد بالبيت عم يدرس لولاد ماسك هو مصروفة نقول للبيت عم بيعمل منجمنت للبيت اللي هي إدارة المنزل بتبقى على المرأة قدي شال عنا أشياء وقدي بالآخر عطاها طمأنينة لقلق أنه بيجي عشية في لقمة صخنة وفي نقعد كلنا حول الطاولة ونظلنا مجموعين كعائلة وما تخربط كتير التوازن طبعا نعم إلى أن تستوي الأمور ونشوف ويننا رأي أكيد فكرة أنه لازم يعرفوا الرجل والمرأة أنه اللي بيقعد بالبيت يعني في طرد المرأة قاعدة بالبيت ورجال عم يدهر هيدا عمل وعم يشتغل لازم يعرف أنه هيدا عمل طبعا يعني آخر شي مثلا ما يقل له أنه أنا جبت البيت تعرفت علي أنت أكيد مرأة معك باستشارات زوجية أكيد أنه أنا أشتغل الطول حياتي وجبت البيت طب سمح لي شوي ما أنت لما كنت عم تشتغل أنا شو كنت عم بعمل طبعا ما أنا كنت عم بطبخ وعم رب الولاد وعم بنترك وعم بعمل كل شي عنك وهيدا الشغل أصحب من اللي برة أصلا الأوركة بس يشتغله بقلب البيت بيقول لك أخ طعبت اليوم يبقى جرب لكين أنه إيه هيدا بيطعب ما بيقدر وهيدا مضني وأكتر القيام بيروح انفاليود هيك وما حدا بيقلنا thank you فلكل أب داعم شكر ولكل أم وقفع أجريا شكر واللي عم تشتغل ببيتها هيدا أكبر شغل تربيت الولاد أكبر شغل عم نربي أجيال لبعدين نعم وبعالم خلينا كمان هيك نحنا وعم ننهي بعالم سريع لقد قلنا وفي قلبه السوشيال ميديا فاتت عكل بيت عكل شخص إذا بدك مش عبيت مع الأفكار اللي عم نحكي عنها ايه وفكرة أنه صارت يعني شو بدي يقول الخط اللي أنت بديك توصلي له كتير حالي طبعا بمعنى أنه قدمة كان عندك إذا تابعت شو عم بيصير بالعالم بتحسي ما عندك شي صحيح أنه المرة اللي حلو بتحس حالة بعد أقل حلم اللي عم تشوفه اللي معه مصاري حيحس أنه شو معه هيدا هالفخ يعني فخ المقارنة نبتعد عنه قدمة فينا مسألة سوشال ميديا أنا عم بحسسك أنه أنت شو ما عملت عم تكوني أقل تعرفي وين الزكاء لورا ناخد منه يلي بدنا شوف الحلو فيه شوف الفستان العجبني شوف الأونلاين شوبينج شوف ما بعرف كيف استفيد منه أنا كل واحد يستفيد على طريقته واترك فيه جاربج بقلبه ما فينا نقول ما فيه جاربج ما أنا عايزينا أكيد فهيدي فخ المقارنة دايما فيه أحلى منا ودايما فيه أزكى منا ودايما فيه ناس وصلت بس دايما نحنا ما بنعرف أديه كلفهم للمشوار أكيد وخلينا نشوف المشهد وراء اللي عم نشوفه نحنا عم نشوفه وراء الكواليس الشكل الحلو برا كمان هيدا المرأة عم تتخانقها يجوزها مش بس أنت يعني ما بنعرف شو كلفها توصلت على هالكرسي تحكت هالحكة تتعلمت بهالجامعة توصلت لون قدام عزبة من إشياء يمكن سروع علاجة أو تجي تخبرك أو تجي تلبس أو تعمل عرض أزياء ما بتعرف شو مخباية وراها من الأوجات خلينا نشوف لكين كل المشهد ونرضى بحالنا ونحاول قد ما فينا إذا ما فينا نغير الواقع ننتقل منه نقبله ونحبه نقبله ونحبه ونتوازن بكل علاقات شكرا كتير تتينة فاضل كتك شكرا لألك تلورك يعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر